منذ دحر ميليشيات الكاني من مدينة ترهنة في يونيو 2020 وهيئة البحث والتعرف على المفقودين ما فتئت تكتشف ما اقترفته من جرائم حرب ومقابر جماعية وتحاول تعرف على المفقودين والجثمين مجهولة الهوية الهيئة على لسان رئيسها كامالا سيوي اعلنت تعرف على هوية ستة جثمين مجهولة الهوية بعد مطابقة نتائج تحاليل البصمة الوراثية الخاصة بالحمض النووي وبحسب السيوي فان تقارير المطابقة ستحال لمكتب النائب العام والنيابات المختصة بالخصوص مؤكدا ان التواصل الى النتيجة الاخيرة جاء بعد مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من ادارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع ادارة الرفاة وقيد الاهالي والطب الشرعي وفي الاثناء شرعت الهيئة العامة في فتح ملفات لاهالي المفقودين من المنطقة الشرقية خلال زجارة فريق تابع لها الى مدينة بنغازي بناء على مراسلة مكتب النائب العام مضيحة انها توصلت مع اهالي المفقودين وفتحت 12 ملفا واخذت 37 عينة مرجعية منهم مؤكدة حرصها على تسجيل كافة البيانات المطلوبة لاهالي المفقودين للتواصل عند ظهور العينات المرجعية التي احلت بدورها الى ادارة المختبرات وفق قولها ومنذ تحرير مدينة ترهونة من قبضة الكاني لا يكاد يمر شهر الا وتكشف الاجهزة المختصة مقابر جماعية جديدة حيث اعلنت الهيئة منذ مطلع يناير الجاري استخراج 11 جثة مجهولة الهوية بعد اكتشافها مقابر جماعية في المدينة لتنكشف هويتهم الحقيقية والاجرامية والتي تسببت اثناء تبعيتهم لخليفة حفتر في مقتل واعدام المئات وحالة اخفاء قسري وتشريد العائلات وانتهاكات جسمة لحقوق الانسان واخفاء معارضيها وسلب ممتلكاتهم واموالهم اشتركوا في القناة